كما كان متوقعاً اقتسمت الغلبية البرلمانية كعكة الهياكل داخل الغرفة السفلة مع إشراك فصيل حمز كممثل وحيد للمعارضة النيابية وإقصاء البقية رئيس البرلمان السعيد بوحجة يعاكس حسابات المعارضة ويقرر اللجوء على طريقة القائمة الموحدة لاختيار نواب الرئيس التي أصفرت على حصول الأفالن والأرندي على السبعة مقاعد من أصل التسعة بالإضافة لتسعة هيكلة برلمانية من أسر 12 في حين اقتسمت حمز ويتاج وكتلة الأحرار المقاعد والهياكل المتبقية القسمة الأخيرة لم ترضي بعد الكتلة البرلمانية المحسوبة على المعارضة التي اتهمت الموالات البرلمانية وبعض الكتلة المتحالفة معها بالتآمل لقطع طريق أمام دخولها إلى هيكل البرلمان ولكن هو إبعادنا من أجل أن لا نكون حاضرين في القوانين التي تأتي من الحكومة وتناقش على مستوى مكتب البرلمان لأننا لو كنا معهم سيحرجون من اقتراحاتنا ومن حجتنا ولذلك اعتمد رئيس البرلمان الجديد على أقفاء المعارضة الحقيقية بالمقابل اعتبرت حركة حمز التي حازت على مقعد نائب الرئيس ولجنة الفلاح والصيد البحري وحماية البيئة أن مشاركتها في الهياكل أمر طبيعي وحق باعتبار أكبر كتلة برلمانية معارضة رافضة أي اتهامات هذا حقنا الطبيعي نحن لم نأخذ إلا حقنا ولم نأخذ حق أي أحد آخر ولم نتحالف مع أحد من أجل إقصاء أحد ما وراء ذلك إذا كان هناك مشكلة هي المشكلة بين من يحتج مع الكتلة البرلمانية للأغنبية البرلمان الحالي أن يختلف كتين عن سابقية موالاة تحصد أغلبية الهياكل والمقاعد وتمرر مشاريع القوانين بالأغلبية ومعارضة تكتفي كالمعتاد بدور المقاوم والممانع